حيث أوقفت الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الغوات شخصين مشتبه فيهما تتلح أعمارهما ما بين 18 وال25 سنة ضبط بحوزتهما حواجز وكواب المحاصية مسروقة خاصة بالهاتف الثابت والأنترنت بالإضافة إلى معدات وأدوات تم استخدامها في عملهم الأجرامي التغطية لمصطفى بن مسعود في إطار التحقيق الذي باشرته الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الغوات بخصوص قضية متعلقة بسرقة الكوبل النحاسية الخاصة بالهاتف الثابت والأنترنت على مستوى مدينة الغوات أسفرت الأبحاث والتحريات التي تم مباشرتها بهذا الشأن من قبل الفرقة الجنائية من توقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح عمارهما ما بين 18 و25 سنة مع استرجاع كمية من الكوبل النحاسية المسرقة الخاصة بالهاتف الثابت والأنترنت بالإضافة إلى ضبط وحجم معدات وأدوات تم استخدامها في العمل الإجرامي ترجمة نانسي قنقر